في يوم القضاء العراقي ومع رسالة بثها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فأق زيدان حول تحقيق استقلال القضاء والإيمان بمبدأ سيادة القانون يبرز الدور الذي لعبته المحاكم العراقية تحديدا منذ ما بعد عام 2003 زيدان الذي أكد على حقيقة أن طيفا من الشارع العراقي قد يلجأ لتقييم قرارات القضاء وفق منظار حزبي أو فئوي جعل مهمة القضاء وقضات البلاد في صعوبة دائمة وهنا كانت رسالة السفيرة الأمريكية لينا رومانوسكي في ذات العمق الذي يعنون بتحديات كبيرة يواجهها القضاء العراقي سيما في خوضه ملفات سياسية شائكة يقول خبراء القانون إن مجلس القضاء الأعلى عمل وبقيادة رئيسه القاضي فأق زيدان على رفض الزج بمناكفة سياسية ليبقى حريصا على العمل بالاختصاص بعيدا عن الخضوع لضغوط سياسية ومع هذا فإن خطورة العمل القضائي لها أرقام قاسية بحسب تقارير سابقة فإن 74 قاضيا قتلوا منذ عام 2003 إذ يعد قضاة الفساد والإرهاب والمخدرات والخارجين عن القانون أبرز الذين يواجهون المخاطر والتهديدات من قبل جماعات إرهابية وسلاح منفلت ومع هذا كله حرص القضاء العراقي على أن يسجل بصمة على المستوى العربي والعالمي إذ حقق المرتبة الأولى بين معاهد الدول العربية لعام 2023 وبتحصيل 500 نقطة من مجمل الأصوات بالإضافة إلى تمكين المرأة التي سعى القاضي زيدان على أن تكون فاعلة في أرواقة المحاكم حيث وصل عدد القضاة النساء إلى 116 قاضية مقارنة بالفترة ما قبل 2003 إذ كان عددهن 18 قاضية بحسب تقارير سابقة لمنظمات دولية